مع حضراتكم مرة تانية مشاهدينا مكملين معاكم فقراتنا النهاردة والحقيقة هنتكلم معاكم دلوقتي عن شيء غريب جدا وهو الحب المرضي اللي أنا عرفته أنه الحب المرضي ممكن يكون موجود في كل أشكال الحب ممكن يكون موجود في حب الزوجة لزوجها ممكن يكون موجود في حب الزوجة لأولادها ممكن يكون موجود في حب الإنسان لعمله كل أشكال الحب فيها الحب المرضي الحب المرضي ده هل هو حب إيجابي ولا هو حب سلبي هل هو حب نافع ولا هو حب دار هل هو حب ممكن أن نحوله لحاجة إيجابية إذا هو حاجة سلبية ولا هو شكل لازم نتجنبه ولو ظهر في حياتنا لازم ناخد بالنا منه هنتكلم أكتر عن أشكال الحب المرضي مع دفتنا العزيزة دكتور هالا منصور أستاذ علم الاجتماع بجامعة منها دكتور هالا صباح الخير صباح النور أهلا بحضرتك أستاذ المشاهدين وأهلا بحضرتك وإيه هو الحب المرضي طبعا الحب هو أميز أنواع العلاقات الاجتماعية والحب ده بيدي الإنسان الإحساس بالسعادة والإحساس بالرضا والإحساس بالحياة وبيخلينا نعرف نعيش الحياة لكن الحب دائما حضرتك كده قلت أنه فيه حب إيجابي وحب سلبي الحب السلبي دائما مرتبط بحاجتين حب التملك الملكية أنه أمتلك الشخص اللي أنا بحبه أو أمتلك العملية كلها على بعدها فيه قدر من الأنانية عالي جدا فده بيدي نوع من النفور من الطرف الآخر النوع الثاني حب الاستمتاع أنه أنا بحب أستمتع بالحب فده بيبقى باين قوي ساعات مع الأم مع أولادها مع أطفالها أو الزوج وزوجة أنه هو بيعتبر أنه أنا عايزة عيش إحساس الحب مع أولادي فمش عايزة أزعلهم مش عايزة أضغط عليهم في ولا حاجة عايزة أشوفهم دايما مبسوطين عايزة أستأثر بيهم في كل حاجة فتبتدي هنا الأم أو الأب بمتعيلهم أن هما كده بيحبوا أولادهم لكن هما على المدى الطويل بيأزوهم لأن الحب الإيجابي أنه أنا أحب مصلحة أولادي ففي سبيل أنه أنا بحب مصلحة أولادي ممكن أضغط شوية على نفسي في التعبير عن الحب في بعض المواقف كلنا وإحنا بنعاقب أولادنا نفسنا نحضنهم لكن لازم يكون فيه قدر من العقاب فيه قدر من المعاناة عند الولد أو البنت يعني في بعض الأباء والأمهات بيبتدوا يعيشوا الحياة وهم مسؤولين مسؤولية مطلقة على أولادهم مش عايزينهم يعيشوا أي تجربة مش عايزينهم يعانوا من أي حاجة تلاقي البنت مثلا أو الولد في الجامعة ومامته لسه بتوصله الجامعة معقول الباحث كان بيشوف النمازج دي كان بيستغرب جدا لا وبعدين بعد ما يتجوزوا يتدخلوا في حياتهم كل حاجة خلاص وما يقدرش يعمل حاجة ولا تقدر تعمل حاجة من غير ما أتكلمها بالضبط فده بيبقى حب سلبي لأنه هنا أنا بضع في الشخص اللي قدامي المعاناة بتسقل الشخصية بأثر على شخصيته بأثر على تكوينه بنتعلم منها فهنا بنقول للأب والأم حاولوا شوية تضغطوا على مشاعركوا حاولوا تحبوا مصلحة أولادكوا أكتر من أنكم تحبوا أولادكوا برضو حب الزوج والزوجة أو الزوجة إحنا بنتكلم عن أشكال الحب المرضي عشان برضو نبقى عارفين إحنا بنتكلم عن إيه ممكن يكون حب مرضي اللي هو حب التملك كل واحد فيه أمتها يقلو أنه هو هيمتلك الآخر ملكية كاملة فيبتدي يسيطر على كل تصرفاته يسيطر على كل رغباته فتتحول الحياة لحالة من الأنانية المفردة وبتتحول لجحيم لأنه خلاص كل طرف أو لو بنتكلم عن طرف واحد بيحب الطرف الثاني الحب المرضي اللي احنا بنتكلم عنه أكيد بيبقى ما بيفكرش في أي حاجة غير بيخنقه كمان بيخنقه طبعا غير كده أنه فيه قدر من الخصوصية لازم يبقى موجود حتى في العلاقات الزوجية يعني ما بقاش الإنسان كل حاجة في شخصيته معروفة للطرف الآخر أو كل حاجة مباحة للطرف الآخر لازم يكون فيه قدر من الخصوصية وقدر من الثقة وقدر من الإيثار شوية أنه أنا عشان بحبك أحب نسلحك بتحبي إيه وساعدك إنك تمرسي الحاجة اللي أنت بتحبيها لأنه ده يديكي سعادة أحيانا بيبقوا عائق في إنك تمرسي الحاجة اللي بتحبيها لأنه ده حب مرة زيبا هو حب امتلك فهو طبعا بيبقى بيبقى لا هو ده بيبقى فيه الأنانية بصي لو دخلت الأنانية في الحب الحب بيتدمر أي إن كان نوع الأنانية سواء ما بين الأب والأم ساعات الأم كمان للأولاد يعني ساعات أم بتضحي تضحية مطلقة بصالح الأولاد هي اختارت إنها الضحي بس بعد كده هي عايزهم يدفع الفاتورة مع إن هما ما اختروش يعني هي تقولك أنا رهند كل حياتي على أولادي أنا ما عنديش أي اهتمامات في الدنيا غير أولادي فهيبتدوا الأولاد يوصلوا لمرحلة معينة هيبقى عندهم حياتهم الخاصة لكن هي تفضل طول الوقت تفكرهم بأن هي عملت تضحيات وأن هي مقابل التضحيات دي لازم يكون في حاجات كتيرة جدا فتبتدي تدفعهم فاتورة لحاجة هم أساسا ما اختروهاش عشان كده الحب والعطاء والإيثار لازم يكون بقناعة شخصية لازم أكون أنا عارفة بعمل إيه يعني لازم أعيش خصوصية الحياة كل واحد عنده حياته أنا ممكن أشترك في جزء من حياة حضرتك حتى لو أنا والدتك أو لو أنا أختك أو لو زوجه زوجة كل واحد فينا لازم يعرف أنه في مساحة معينة عند الآخر ما بيملاش المساحة كلها وإلا يبقى فقد هذا الشخص هويته وبالتالي مش عارف يبدله الحب لأنه أنا عشان أبدلك الحب لازم عندي هوية لازم يكون عندي اختيار لازم يكون عندي رغبة فهنا الأنانية على طول بتولد الحب المرضي برغم أن الشخص بيتعيق له أنه كده بيدي كل حاجة للطرف وإن أنا عامل كل حاجة وميدي كل حرية أو العكس صحيح التفاهم مهمة قوي وعنده كل ناس حب الوطن فيه حب مرضي؟ هل ممكن أحب بلدي بشكل مرضي؟ أه أه بحب بلدي أنه أنا بحبها وخلاص باعد أغني لها لي ما إحنا كده أغلب المصريين بيحبوا بلدهم بشكل مرضي؟ لأنه أنا لو بحب بلدي أساهم في أن بلدي تبقى متقدمة أفضل مجهود كبير قوي عشان بلدي توصل للنتيجة الصح أفضل مجهود في شغلي لأنه هو ده ارتباطي بلدي جاي من شغلي من انتمائي لها ما سمحش الحد أنه هو يرمي الزبالة في الشارع ما سمحش الحد أنه هو يكسطر في حاجة بلدي أحب بشكل ينفع بلدي بسضبط أحس أنها أنا جزء منها يعني مش عايزة برضو أرجع تاني الحب الملكية وهي بتاعتي فأنا أعمل فيها زي ما أنا عايزة لا إحنا جزء من هذا الكيان زي بالضبط إحنا جزء من الأسرة بكل ما فيها من أطراف إحنا جزء من بيئة العمل بكل ما فيها من أطراف إذا إحنا اقتنعنا إن إحنا جزء والجزء ده مرتبط بالكل مش ضد الكل يعني إحنا مفروض إن إحنا بنكمل بعض ما فيش حد فينا ضد التاني مفروض رغباتنا تبقى متكملة مفروض الحياة كلها عبارة عن واجبات وحقوق إن أنا لازم أدي واجبات عشان أعرف أخذ الحقوق أخذ وعطاء الحب من غير مقابل ممكن يغرق حتى حب الأم يعني حتى حب الأم أنا بدي اهتمام لازم أخذ تأدير أنا بدي رعاية لازم أخذ ولاء إذا أنا عودت الطفل أو الزوج أو الزوجة أو الموظف أي حد في بداية الارتباط بتاعه بالكيان اللي هو بيرتبط به إنه العملية تبادل أخذ وعطاء واجب وحقوق الأمور هتختلف جدا لأنه كل الأطراف بتبقى راضية لأنه أنا بدي حضرتك واجباتي حقوق لحضرتك واجبات حضرتك حقوق عندي فإذا إحنا تبدلنا ده هيكون ارتباطنا في توازن وإذا حد أثر في الواجبات لازم نتوقع أنه هتنقص شوية من الحقوق جميل إذا افترضنا أو إذا قلنا أننا نتكلم عن أشكال الحب المرضي ما بين الأشخاص لو قلنا ما بين الزوج والزوج لو قلنا ما بين الأم وأولادها في حياتنا وارد أنه يكون في حد بيحب التاني حب مرضي يتعامل زي الطرف التاني مع الطرف الأول اللي هو بيحب حب مرضي يعني لو افترضنا أنها زوج وزوجة واحد منهم بيحب التاني حب مرضي أولا البعد عن منهج استيطرة أنه ما فيش بني آدم بيمتلك بني آدم ما فيش بني آدم بيغير بني آدم كل اللي أقدر أعمله مع حضرتك أن أنا أقنعك أنك محتاجة تغيير لكن حضرتك اللي تملكي مفاتيح التغيير جواكي ما حدش بيفتح شخصية حد ومن هنا بيكون مهمة قوي التفاهم التفاهم عبارة عن إيه مش مجرد كلام مش مجرد أن أنا وحضرتك نعود نتكلم أقولك أنا عايزة منك كذا وإنت عايزة مني كذا ده وسيلة من وسائل التفاهم الوضوح والسرح لكن كمان فهم التوقعات ده من أهم أنواع التفاهم أنه أنا لازم أعرف إيه هي احتياجات حضرتك وتوقعاتك مني إيه وأقدر ألبي توقعاتك بالقدر الكافي زي ما أنا بطلب منك تلبي توقعاتي وبالتالي العملية هنا نسبية فيه واحد الحب عنده مجرد مشاعر وأحسيس وكلام مهما يجب لك بقى من هدايا مهما يعمل لحضرتك امتيازات مادية أنت مش عايزة ده لأن انت توقعاتك في سكة تانية فيه واحدة تانية لا حاسة أنه تعبير عن الحب لازم يبقى بهدية يبقى شيء ماد يبقى بفوست حاجات تانية فهنا مطلوب من الزوج والزوج نفس الحكاية يفهموا إزاي فيه زوج الحب عنده مطالب كل واحد فيهم بالضبط تهتمي به أكتر تعمليه معاملة طفل صغير تديله حنية أكتر فيه زوج تاني عايز الست تبقى قوية وعملية وتتحمل مسؤولية فهنا قدل التفاهم لا ما هو لازم نفهم توقعات بعض يعني لازم عشان يبقى سعاداء مع بعض لازم نفهم توقعات بعض وإذا التوقعات مش هي دي مناسبيني قوي لازم أحاول ألجأ بقى المنهج التفاون أنه أنا لازم أتنازل عن بعض الأشياء عشان الطرف الآخر يتنازل عن بعض الأشياء لكن فيه مشكلة أنه في بداية الحاسة دوجية بيبتدي كل واحد متمسك باللي هو عايزه من الآخر وكل واحد متخيل أنه هو هيقدر يغير الآخر بسرعة شديدة ويخليه بسرعة اللي هو عايزه وهنا بيحصل صدام لأنه لازم يكون عندنا قدر من التوازن في العلاقات نجاح الحب أساسا مرتبط بالتوازن أنه الإنسان فقد السعادة مش هيقدر يسعد الحواليه فلازم هنا كل طرف يسعى لإسعاد الآخر عشان هو كمان يتمتع بالسعادة فهنا دايرة التوقعات دي مهمة قوي لازم أفهم اللي قدامي المتوقع مني إيه؟ وبتدي أعدل شوية في توقعاته بعض الزكاء الخاص بالموقف عشان قادر أوصله للنتيجة اللي إحنا ممكن نلتقي فيها في أرضية مشتركة لكن الأنانية ضد الحب التملك ضد الحب السيطرة ضد الحب كل دي تصرفات لازم تفقدنا حالة السعادة بالحب في حد ممكن يكون بيحب شغل وحب مرضي؟ آه إنه ما بيعملش توازن ما بين كل أمور حياة والشغل حاجة مهمة جدا في الحياة لكن مش هو كل الحياة إذا أنا ما استمتعتش بشغلي بنتيجة شغلي وبعلاقاتي في هذا العمل وبتأثير العمل على حياتي يبقى هو ما حقق ليش النتيجة اللي أنا عايزها لكن دايما الشغل فيه ميزة إنه زي ما بتدي هتقدري تخديم في بعض العلاقات مع الأشخاص ممكن كل ما تدي أكتر كل ما يستنزفك الطرف الآخر لكن في الحقيقة معادلة الشغل إذا الإنسان بيدي شغله صح فكل ما بيدي شغله شغله بيديله لكن هنا بنقوله التوازن مهم شو ما تلاقيش نفسك في لحظة أصبحت لوحدك في جانب من حياتك ناجح فيه وباقي جوانب الحياة ما فيهاش ناجح فالتوازن مهم ترتيب الأولويات مهم ترتيب مراحل الحياة مهم جميل يعني أنا وصلت من كلام حضرتك أن أهم حاجة أن الواحد يكون بيحب بشكل متوازن وأن الحب ما هواش الإمتلاك والحب ما هواش السيطرة ولا الأنانية كل ده وغير كده أنه لازم أحب بشكل متوازن لازم أحب مصالح اللي حوالي لازم يكون عندي رؤية لازم أنا كمان يكون عندي رؤية أنا عايز إيه أو هاوصل إيه الهي بنقول عليها دايما أنه أنا لازم يكون عندي توقع للجاي بحيث أن أنا كمان أحاول أحب نفسي بشكل أفضل لأنه أنا لو ما حبتش نفسي مش أقدر أخليها كويسة وما يبقاش حب مردي برضو للذات يعني في حب مردي للذات بيبقى فيه أنانية عالية جدا لكن أنا لازم أحب نفسي بمعنى أنه أنا أحب أنها تكون في أفضل صورة أحب أن نظرة الناس ليا تكون إيجابية أحب أن أنا سلبياتي ما تبقاش باينة للناس أحاول أقرأ لو عندي عيوب في عيون الآخرين وأصلحها عشان أوصل للصورة الجيدة عشان كده قدر من النرجسية مهم للتميز وهنا عايز أميز بين النرجسية والأنانية النرجسية الإنسان النرجسي ده قدر من النرجسية مهم لكن لو ذات بيبقى مشكلة لأن النرجسية حب ذات أن أنا بحب أشوف نفسي في أحلى حاجة وأحب الكل يمدحني أو الكل يشوف أفضل حاجة عندي فالنرجسي ده يبزل مجهود كبير قوي عشان الناس تحس بذاته إنما لو زادت بتبقى مرضية جدا يعني إنه بيبقى حب للذات عالي أما الأناني فهو حب المصلحة وبالتالي ممكن يدوس على ذاته جدا ويحقرها جدا ويدغط عليها جدا في سبيل الوصول لمصلحته وللأسف أنه أحيانا الزروب بتضطر الواحد أنه يعمل كده بس مش كل الشخصات بتقبلد على نفسها بس الأنانية مرفوضة لأنه بعد شوية بيفقد كمان نفسه بالزبط إنما المطلوب من الإنسان إنه هو دايما يعشق تميزه يحب يلاقي نفسه في صورة كويسة بشكل متوازن عشان كده دايما يسعى إلى إنه يصلح حيوبه يسعى إنه يكتسب كل ما هو إيجابي يحب أو يبزل مجهود عشان يوصل لنتيجة إيجابية لكن بنقوله برضو أوعى تتدخم للحالة المرضية حب المصلحة مهم بس مش على حساب قيمة الزات ولا حساب قيمة نظرة الآخرين لنا ولا على حساب الآخرين دابت فالتوازن في كل حاجة يوصلنا دايما للنتيجة الساحة مهم دكتور هالا منصور أستاذ علم الاجتماع بجامعة منها بشكر حيكفاني معنا وجودك معنا النهاردة وده كان كلامنا عن الحب المرضي الحب المرضي هو الحب الغير إيجابي الحب اللي بيبقى كله سيطرة الحب اللي بيبقى كله أنانية الحب بيبقى كله فرض للشخصية مش أكتر وقال أقل ولكن هو مش حب إيجابي ومش المفروض إنه هو يكون موجود أما عن التوقعات فهتكون في الفقرة اللي جاية مع الكاتبة وخبيرة الأبراج عبير فؤاد وعن كتابها رسائل الكواكب لـ 2014 وأكيد هنتكلم عن الكواكب وأكيد هنتكلم عن الأبراج تابعونا